السلام عليكم أتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة اليوم سنوجدوا صلاة الليل ديدة بزاف وصحية صراحة تجيز وين بزاف وسهلة بسيطة يعني مكونات بزربة كتوجد والمهم هي صحية ولديدة بزاف كنحتاجوا في المكونات عندي هنا يرمانة قشرتها عندي جوج تفاحات عندي ياغورت طبيعي وعندي فواكه جافة انا كنشريها موجودة يعني مخلطة بجميع الفواكه اللي ما عندوش ماشي مشكل وعندي جوج دي البانانات كنحاولو نقيو تفاح وكنقطعو قطع صغيرة صراحة صراحة تجيل دي اذا بزاف وصحية وبالنسبة الوليدات الصغار والحتى الكبار يعني بالنسبة الوليدات الصغار يعني شاعدين قليكم يعجزوا باش حتى تنقي لهم وحتى توجدي لهم الديسير لما هكا كتصيبي وكتوجدي وكتقدمي لهم يعني موجود هكا كياكلوا وكياكلوا حاجة صحية وكيستفتوا من الديسير ماتنسوش دعم القناة بالاشتراك وجامل الفيديو وبغتاجيوا الفيديو مع كل احبابكم وصحابكم والقناة ديالي وكنشكركم بزاف على كل تعالق زوينا وتشجيعات ديالكم السراحة اللي كتعوني وكتشجعني باش نعاود نصور ما نحبسش يعني في اخر فيديو يعني كتشجعني باش نعاود ندير الجديد ونعاود نهكا نصور فيديوهات جديدة ونلوحهم في القناة ديالي واللي كيشوف الفيديو اول مرة يدير الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ويدير جامل الفيديو وتمنى تعجبكم الوصفة ديالي البسيطة اللي كنوجدها من القلب صراحة وكن يعني كنحاول انها تعجبكم وكندير مجهود صراحة باش نوصل لكم الفيديو ونتمنى ان شاء الله تكون نتيجة زوينا انا هنا قطعت تفاح كامل يعني احتاجوا الكمية اللي غادي تناسبكم انا هنا كيف قلت لكم درت جوج تفاحات ورمانة وحدة دابا موجود رمان يعني صراحة موجود وحلو وجوج بانانات وانتوما اللي الكيمية اللي تناسبكم تقدروت تقدروت تضبلو المكونات يعني بطبيعة الحال اللي ازدو من الديسر غادي تزيدو من الياغورت باش يكفاكم وغادي نحاولو نقطعو نقطعو الموز حتى وقتع صغيرة نقطعو نقطعو ثالث الديسر ديالي في تقطاع غادي نضيف ليه الخل باش اه حالوش لينا يعني موهم الخل أو الحامد حتى هو يعني طاوم زیان الحساب اللي موجود لك الحامض من الاحسن ما كانش حتى الخل حتى هو كيعطي النتيجة ما كيخليش لنا البانان والتفاح يكحالو واخد بقى في التلاجة ما كيكحالوش واخد ديسير دياني بقى في التلاجة ما كيكحالش وكنحاولو نجمعو المكونات كاملة مع بعض صراحة كتعجب الوليدات الصغار وكي ياكلو فيها مفيدة صراحة وراك ما عارفين قاعد جامع الفواكيه مفيدة للكبر ولا الصغار قسنا غير نعارفو الوقت اللي ناكلو في ديسير حاولو ما ناكلوش ورا الماكلة اما نديروها قبل الماكلة او لا حتى الواحد حتى يياكل يتغدعك او لا من بعد حتى يدوز وقت على الغداء ديالو عادي يقدر يياكلو وكنديرو هدوك الفواكيه الجافة الفوق منو وهذه هي النتيجة النهائية وهذه هي وصفة اليوم اتمنى تعجبكم طبق ديال ديسير وانتلاقوا في وصفة اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة